بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم تقنيات المختبرات الطبية في كلية المنارة أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الفيديوية أو الإلكترونية عن مادة التقنيات المختبرية تنفيذا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحرصا من عمادة كلية المنارة واللجنة التأسيسية على الاستمرار بالدوام وتم استخدام نظام التعليم الإلكتروني بصورة مؤقتة إن شاء الله إلى أن يفرج عنا بإذنه تعالى من هذا الوباء المنتشر رحامكم الله منه ومن كل مكروه محاضرتنا اليوم هي المحاضرة السابعة والتي بعنوان سيل أندشو كولتشر يعني زرع الخلايا والأنسجة رح نعرف شنو يعني زرع الخلايا وشنو زرع الأنسجة وشنو أنواع الأوساط الزرعية وما هي تطبيقات هذه التقنية طبعا كالعادة ما أذكر أي طرق عمل أو خطوات لأن هذا الشيء متعلق بالجانب العملي بالتالي نأخذ الأهمية والتطبيقات زرع الخلايا هي العملية التي تتم عن طريقها نمو الخلايا في ظروف مصيدر عليها أو في ظروف خاصة بصورة عامة خارج بيئتها الطبيعية بعد إزالة الخلايا المرغوبة من النسيج الحي يتم إزالة هذه الخلايا أو الأنسجة من النسيج الحي لغرض الزراعة يتم الحفاظ عليه في ظروف خاصة ومسيطرة عليها بصورة دقيقة هذه الظروف تختلف حسب نوع الخلية التي يراد زراعتها بصورة دقيقة في ظروف خاصة حسب نوع الخلية لكن عموما تتكون من مكان خاص أو محتوى خاص أو وعاء خاص أو وعاء مناسب مع مواد أو وسط ذلك الوسط يجهز الخلية بالمواد الغذائية الأساسية والتي تشمل أمينو أسيد كاربوهيدرايز فيتامينز and منيرالز او ايضا يشمل growth factor العوامل النوم وهورمونات and gases which include CO2 التي تشمل الأكسجين وثاني أكسيد الكاربون تنظيم البيئة الفيزيائية والكيميائية بالاضافة للضغط الزموزي والتمبراتر الحرارة المصطلح زراعة الأنسجين يشير إلى زراعة عضو كامل تشو فراغمنت أو جزء أو أجساء نسيجية أو قطع من الخلايا المتشتتة من النسيج الأصلي بوسط غذائي مناسب ولذلك يمكن أن تقسم من هي التي تقسم حملية التشو كولتر إلى organ culture يعني عضو كامل يتم زراعته and tissue culture mainly based on whether tissue organization is retained or not يعني هذا يعتمد على تنظيم النسيج هل هو كامل أو متأثر وبالتالي إذا متأثر رح ينزرع جزء معين منه وإذا كامل منه متأثر رح ينزرع كل العضو in organ cultures في زراعة الأعضاء أو العضو all embryonic organs or small tissue fragments are culture يعني في صلاعة الأعضاء كل العضو ممكن أن يزرع أو قطع صغيرة من الأنسجة in vitro يعني بالمختبر in such a manner في طريقة معينة that they retain their tissue architecture واللي بهذا الطريقة يحافظ على تركيب النسيج نجي إلى cell cultures cell cultures may contain the following three types of cells هذا الخلايا اللي تنزرع ممكن أن تقسم أو ممكن أن تحتوي أو تضم ثلاث أنواع من الخلايا الأول نوع the first kind or the first type is a steam cell اللي هي الخلايا الجبعية الخلايا غير المتخصص stem cells are the undifferentiated cell يعني خلايا غير متخصص differentiated يعني متخصص و undifferentiated يعني غير متخصص which can differentiate والتي ممكن أن تتخصص أو تتميز أو تتميز under the correct inducing conditions في ظروف خاصة أو ظروف صحيحة into one of several kinds إلى نوع أو أحد الأنواع العديدة من الخلايا different kinds of stem cells differ markedly in terms of kind of cells they will differentiate into يعني هذا الأنواع المختلفة تختلف فيما بينها بالاعتماد على النوع الذي ستتخصص له هذا النسب المهم أنه نعرف شنوه steam cell يعني الخلايا غير المتخصص هذا أهم ما بهذه النقطة زين النقطة الثانية the second kind أو type precursor cell precursor cells are are derived from steam cells يعني هذا الخلية أو هذا النوع من الخلية ينشأ من النوع الأول من steam cells are committed to differentiate to differentiation sorry يعني هو جاهز للتخصص أو على وشك التخصص but are not yet differentiated لكن لم يبدأ بعملية التمائز these cells retain the capacity for proliferation يعني هو عند القدرة على التكاثر النوع الثالث أو the third kind differentiated cell اللي هي الخلايا المتخصصة differentiated cells usually cannot divide إذن عندنا احنا بالبداية الخلايا الجدعية أو الخلايا نسميها الأصلية اللي هي غير متخصصة وعندنا الخلايا اللي على وشك أن تتخصص وعندنا الخلايا المتخصصة الخلايا المتخصصة ما ممكن أنه تتقسم cannot divide in such cell cultures في بعض أنواع زراعة الخلايا for example epidermal creatinocyte cultures يعني زراعة الخلايا الكرياتينية الجلدية وخلايا البشرة contain all three types of cells مثلا هذا النوع من الزراعة يحتوي كل هذا الأنواع الثلاث اللي ذكرناها لأنواع الخلايا اللي ممكن زراعتها and such cell cultures esteemed cells constantly provide new cells الخلايا الجذعية ممكن أن تزود أو تجهز خلايا جديدة which develop into precursors واللي شبيه رح تتطور لتكون precursors sales the precursor sales proliferate يعني رح تتكاثر unmature تنضج into a differentiated cell types فيما بعد رح تتخصص thus ولهذا steam cells are necessary for the maintenance of such cultures إذن الخلايا الجذعية هذه steam cells هي ضرورية لعملية المحفاظ على الكالتر which by they their nature are heterogeneous واللي بي رح شنو يعني هذا المنش يعني النضج النضج ما ترح يكون متفاوت غير متطابق يعني خلايا نضجة أكو بعد في أكو سوف تنضج وهكذا نجي إلى culture media اللي هي الأوساط الزرعية اللي تستخدم لزراعة الخلايا مثل ما نعرف الأوساط الزرعية لزراعة الحياة المجهرية لزراعة الخلايا الحيوانية التي تستخدم لزراعة الخلايا الحيوانية التي تحتاجها النموة البكتيرية على سبيل المثال نحن هنا أيضا نفس الشيء خلنا نعرف الشيء من الأوساط الزرعية لزراعة الخلايا الحيوانية يعني العنسجة والخلايا الحيوانية تجهز تجهز الخلايا من ناحية الهرمونات ومن ناحية المواد القذائية والحوامل النسجية The various types of media used for tissue culture may be grouped into two broad categories الأنواع المختلفة من الأوساط الزرعية اللي تستخدم لزراعة الأنسجة يمكن تقسيمها إلى صنفين رئيسيين الأول اللي هو natural media من اسمها natural media يعني مواد طبيعية يعني مواد أو أوصات طبيعية إذن هي مصنوعة من المواد الطبيعية These media consist slowly slowly sorry consist slowly of naturally occurring biological fluids يعني من سوائل بيولوجية تحدث في صورة طبيعية which can be one of the following three types واللي ممكن يعني هاي الأوساط أو هاي السوائل اللي يحمل من هالأوساط ممكن أن تكون واحدة من الأنواع الآتي اللي هي كاكولا أو كلوتس اللي هي تجلطات الدم يعني دم متخثر ممكن أن يعملون من عدة natural media أو biological fluids and tissue extract يعني سواء البايولوجية واللي عرفناها بالمحاضرات السابقة في محاضرة المصل أو الاختبارات المصلية أو أيضا tissue extract اللي هو مستخلص الأنسجة إذن هي مواد طبيعية تستخدم لزراعة الخلائي النوع الآخر the second kind of media which is artificial media اللي هو المواد الصناعية different artificial media can be devised to serve one of the following purchase الغرض من هذه الأوساط الصناعية هو أن الغرض من الأغراض الآتية أو يخدم أحد الأغراض الآتية immediate survival يعني نمو مباشر أو محافظة على أو عاجل أو مباشر immediate أو حالا prolonged survival يعني نمو الوقت أو الوقت طويل على المدى البعيد indefinite growth يعني نمو غير محدود و specialized function لوظائف متخصصة the various artificial media developed for cell cultures ذن الأنواع المختلفة من الأوساط الصناعية developed تم تطويرها for the cell cultures لزراعة الخلايا maybe group into the following four classes يمكن أن مصنفها هذه الأوساط الزرعية عموما هي شنو الأوساط بصورة عامة إلى natural artificial لدينا نوعا حسب المواد الأساسية لها النوب artificial نفس يمكن أن تقسم أيضا إلى serum containing media مواد تحوي على serum اللي هو المصل serum free media أوصاط لا تحوي المصل chemical defined media يعني أوصاط كيميائية نسميها معروفة وبروتين free media أوصاط خالية من البروتين free طبعا نعرف كلمة free تجي بعدة معاني كمعلومة يعني هذا المعنى معناها خالي free الكحول مثلا على فد مادة معينة يقول خالية من الكحول معناها أو ممكن تجي free حر أو ممكن تجي يعني غير مشغول يعني مثلا أنت أصدق لها are you free today يعني أنت غير فارغ نسميه بس ما فارغ empty يعني ما أقدر نقول empty لازم قل free عموما the choice of medium depends اختيار الوسط الزرعي لزراعة الخلايا يعتمد بصورة رئيسية على the types of cell to be cultured نوع الخلايا اللي يراد زراعتها the objective of the culture الغرض من الزراعة إذا ذنني شنو نقطتين أساسيات لاختيار الوسط الزرعي نوع الخلية و the objective of the culture وهو الهدف من الزراعة نجي إلى النقطة الأخيرة في هذا المحاضر وهي applications of cell culture تطبيقات شون تطبيقات شون الغرض من هذه الزراعة التطبيق الأول اللي هو vaccines production إنتاج اللقاحات أو زراعة أو إنما كميات كبيرة من الفيروسات in cell culture eventually في النهاية led to the creation of the polio vaccines مش راح تجني راح تدني الفاكسين and cell are still used today on large scale products of vaccines والخلايا اللي لازالت تستخدم اليوم الحاضر على مدار واسع أو نطاق واسع large scale to produce vaccines for many other disease لأنواع أو لأمراض عديدة مثل like rabies لأداء الكلب و chicken box لجدري hepatitis B لألتهاب الكبد and measles زين in early time بالوقت المبكر معنا أو الوقت السابق أو بداية البحوث researchers had to use كان يجب أن يستخدموا شنو live animals يستخدمون حيوانات حية لأن ما كان لكو شي موسط زرعوين و cell culture فكان يستخدمون كائنات حية حتى شنو to grow poly virus حتى ينمون الفيروس وبالتالي يسوون عليه اللقاحة وال vaccine but due to the development ونتيجة لتطوير cell culture تقنية زراعة الخلية they were able كانوا قادرين to achieve much greater control and يحققوا سيطرة أعظم بكثير over virus production على على نتاج الفيروس and on a much larger scale ونطاق أوسع من ما كان عليه which eventually develop vaccines والذي بالنهاية طور vaccine and various treatments طور طور اللقاحات وطور العلاجات المختلفة الغرض الآخر or the second applications of cell culture virus cultivation and study يعني زراعة الفيروسات ودراستها cell culture is widely used for the propagation of viruses لانتاج أو كان بصورة واسعة يستخدم وحاليا يستخدم صورة واسعة لتكاثر الفيروسات as it's convenient economic easy to handle compared to other animals اللي هي يعني بسيطة واقتصادية مقارنة باستخدام other animals باستخدام الحيوانات الحيئة قمنا it's easy to observe cytopathic effect يعني سهلا لأنه نلاحظ التأثيرات المرضية and easy to select particular cells ويضا سهل الاختيار خلايا معينة on which virus group اللي عليها نما الفيروس as well as to study the infectious cycle وراح يستحل لنا ايضا او راح يستحل دراسة دورة الاصابة او دورة الالتهاب اللي هي the infectious cycle cell lines are confident for virus research يعني ملائمة هذا العملية عملية cell culture ملائمة لvirus research يعني بحوث الفيروسات because cell material is continuously available المواد الخلايا او الخلية بصورة متوفرة بصورة مستمرة available الابليكيشن الثالث او التطبيق الثالث اللي هو cell cellular and molecular biologic cell culture is one of the major tools cell culture زراعة الخلية هو احد الادوات الرئيسية اللي تستخدم in cell molecular biologic تستخدم في البييولوجي الجزيئي والخلوي providing excellent models systems يعني يجهز انظمة مثالية وممتازة for studying the normal physiology and biochemistry حتى شنو هي انظام ممتاز لدراسة the normal physiology الفسلج الطبيعية والبييو كميستري والكيمياء الحياتية للخلايا for example metabolic studies يعني دراسات الايض وال aging اللي هي شيخ وخا the effect of different toxic compounds on the cells جهز جهز جهزنا جهزنا excellent model system for number one studying the normal physiology and biochemistry of cells وايضا تأثير المواد السمية المختلفة على الخلايا اللي هي العملية التفراث والعمليات السرطة الابليكيشن الرابع اللي هو normal cells can be transformed into cancer cells by methods including يعني الخلايا الطبيعية يمكن ان تحويلها الى خلايا سراطانية by methods عن طريق عن بواسطة الطرق المواد الكيميائية and viruses these cells can then be used to study cancer more closely بصورة اكثر تركيز او اكثر عن قرب يعني حتى تدرسون الكنسر اللي بالخلايا to test potential new treatment حتى ليش حتى شو نحول هاي الخلايا الى خلايا سراطانية حتى ندرسه وبالتالي اختبار العلاجات الممكنة potential new treatment الاستخدام الاخر اللي هو gene therapy يعني العلاج الجيني cells having a functional gene can be replaced to cells which are having non functional gene يعني بعض الخلايا عادها جينات وظيفية يمكن استبدالها بجينات غير وظيفية and for which the cell culture techniques ولهذا الغرض استخدم cell culture techniques ايضا immunological studies الدراسات المناعية cell culture techniques are used to know the working of various immune cells لما عرفة عمل الخلايا المناعية المختلفة cytogenesis lymphoid cells and interaction التفاعل between disease causing agent العامل المرض المسبب و host cells الخلية المضيفة اللي يحدث بها المرض others other applications cells are also used in vitro fertilization يعني الاخصاب المختبرية المختبر recombinant protein and drug selection and improvement اللي ايضا شنو دروب يعني الأدوية الأدوية هي عن جرعات بسينا بهذا المصطلة معناها الأدوية دروكس اللي اكشي عند البروم من اختيار الجرعات والتطويرها هذا كل الشي عن هذه المحاضرة اتمنى تكون بسيطة وسهلة وحاولت قدر ان كان ان تكون مختصرة اللي عند اي سؤال اي استفسار ممكن اعني طرحه بالقناة الخاصة على التليقرام بالاضافة الى كتابة اسمه لو سمحتم بدون اسماء مستعارة حتى اعرف من اللي جايزة اتمنىكم الموفقية جميعا وان شاء الله الصحة والعافية والنجاح الدام باثني دعالا دكتور مهند اشتركوا في القناة